السلام عليكم النهاردة هنشرح فكشن الـ Guideway Design for Machine Tool طبعاً أخذتوا في المحاضرة بالتفصيل فكرة الـ Guideways ببساطة أنا أقول لكم معلومة مبسطة بس عن الـ Guideway الـ Guideway ببساطة هي الوظيفة بتاعتها إن هي ما بتعملي عشان يحصل عملية بيكون فيه Relative Motion ما بين الـ Workpiece مثلاً والـ Tool فالـ Guideway أنا بحتاجها عشان أقدر أوصل للـ Relative Motion بـ High degree و تقدر تخدم الـ Machine Condition اللي أنا عينيها فدي الـ Function الرئيسية بتاعت الـ Guideway هنلاقي كمان إن الـ Guideway تعقبر من الـ Machine Tool Element اللي بقدر أعمل بها Control و Limit لـ Movement لـ Moving Port و To Permit من أمثلة عليها الـ Guideway طبعاً اللي موجود في الـ Center Lace فده أبسط مثالاً إحنا ممكن نوضحه هنلاقي إن هنا فيه مثلاً G Guideway وهنا Flat Guideway طب فيه طبعاً أنواع كتيرة للـ Guideway من أشهر أنواع الـ Guideway من أشهر أنواع الـ Guideway فيه الـ Sliding Fraction Guideway الـ Sliding Fraction بيكون فيه Flat و V و Circular و Dove Tail لديه فيه كمان رولينج محضر كلها هاتخدوها في المحاضرة احنا ما يهمناش كل التفاصيل دي احنا كل اللي يهمنا ان احنا نعرف ازاي نعمل ديزاين ازاي نعمل ديزاين زي ما واضح هنا ان فيه انواع مثلا فيه guideway فيه V guideway flat guideway dove tail cylindrical guideway كل اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نعرف design of compound guideway او combined guideway يعني احنا عايزين نعرف ازاي هعمل design the guideway المثال اللي احنا هنقدو ان يكون عندي V و flat slideway في سنتور ليس مثلا ده المثال اللي احنا نحتاجين نعرف هنلاقي ده كده ده كده ال design او ازاي هعمل design the guideway جزء منه فيه جزء منه V و جزء منه flat فانا عشان اعمل ال design محتاجة ان انا افهم شوية ال geometry بتاعو اعمل ازاي ده مثلا ال spendel اللي على central release اللي بعمل عملية cutting فيه فحلاقي ان المسافة اللي ما بينه وما بين ال guideway مسافة سمتها مسافة H طيب عندي كمان في ال guideway فيه center of gravity او مركز الثقل بيكون الكتلة كلها مرتكدة فيه او بتجمع فيه فبسميه G بيكون التجاوز دحت طيب المسافة اللي ما بين center ال guideway ال V guideway و center ال flat guideway انا بسميها B capital طيب ال diameter بتاع ال spendel انا برمزه بالdismove طيب فبسمي المسافة ما من center ال guideway ال flat guideway ليه المسافة دي انا بسميها ال B زائد D على 2 والمسافة اللي فضلة تبقى ال B نقصد D على ال 2 طيب حلاقي ان انا عنا عندي فيه cutting force بسميه برمزها بالرمز F فيه friction force او friction force او feet force برمزها بالرمز F دي مش شرط F ويمكن ارمزها بالرمز F دي دي وفدي والفدي طبعا فيه تأثير ال two forces في المقابل ال two forces دون حيكون في reaction فالreaction بتاعة هيكون على el guideway هلاقي في reaction هنا على el flat guideway برموظ له بالرمز f اثنين وreaction هنا برموظ له بالرمز f واحد الف واحد بما انها على v guideway فبتتقسم اثنين الف a والف b ليه هنا سميت f ايه f ايه عشان الننس ده او ال surface ده الطول بتاعه اللي ايه والطول ده اللي بيه فالforce ال reaction اللي هنا بتكون في ايه اتجاه على حسب منطق ما هتحسبها بتكون فيه f اي بتتقسم ال cutting force دي بيكون في reaction ديها ال reaction ديها بيكون عندي f اي و f double i ال f ايه على ال v guideway بتتحلل الاتجاهين علشان انا عندي بيكون عندي f ايه و عندي f b طب انما عرف لات فورس هي f double i بس طيب ده الشكل المبسط وال h دي هي المسافة زي ما قلنا انها من center بتاع ال spendel او بتاع عملية القطعة لل center بتاع البد اللي عليه ال guideway مشي اكتر المصطلحات اللي محتاجين نعرف في ايه كمان طيب زي ما وضحنا اهو في f اي وفي f واحد و f ايه اتنين بتتحلل ال f واحد ل f a و f b طيب كمان حلاقي حلاقي ان انا عندي هنا في زاوية احنا عناخد ال v ال v guideway ده وتعالوا نوضحه هنا حلاقي في زاوية اسمها alpha وزاوية اسمها beta ال alpha هي 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 اللي هنا وال beta هي هي اللي هنا يبقى في زاوية اسمها alpha في زاوية اسمها beta تتهمني في اطوال اللي هي اللي ايه في طول اللي ايه وفي طول اللي بي في ال b ال b في ال h في زاوية alpha دي عشان اعمل design لcombine the guideway محتاج ان انا حدد القيم دي عشان اعمل design لguideway محتاج ان انا حدد القيم دي طيب فانا كده افهمت ان انا لما حاجة عمل دي زاوية انا محتاج ان انا عارف القيم دي محتاج ايه كمان ده شكل برضو موضح افتر لل 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 الجزء لل ال v guideway ادي طول l a وطول l b ودي زاوية alpha ودي زاوية beta وال l f a اتجاهها و l f b اتجاهها ودي كانت المحصلة بتاعته وهكذا و ايه دي اللي محتاجين نعرفه ان l h ده هو l height بتاع l height من l spindle center لحد l guideway surface l f c هي l cutting force وليها قانون اقدر اعرفه بها لو مش مديني قدمة l cutting force على طول هي عبارة عن power على l velocity عشان اطلعها بالنوتن يبقى power لازم تكون بالوط والفلوستي لازم توقع في meter per second طيب l f d tool fraction force l b هي distance between the guideway centers d هي maximum workpiece diameter l g هي weight of the carriage طيب في كمان علشان direct force acting على l slide way l احنا قلنا في f 1 وفي f 2 ال f 1 ده قانون بتاع القانون تبيرة دي مش حفظة بس معلومة لكم انا جبت منين f 1 وجبت منين f 2 لو رجعت للشكل ده انا عايز اجيب مرة f 1 وعايز اجيب مرة f 2 هقف هنا واجيب some mission moment عند نقطة c some mission moment عند نقطة c ال f c عندي وال f d عندي ال f 1 اللي مش عندي هي دي اللي انا هجيبه فانا كده اجيبت ال f 1 عايز اجيب ال f 2 هقف هنا واخد some mission moment عند النقطة دي الباقي عندي ودي هتروح فقدر اطلع ال f 2 ده لانا عايز انت رفجت منين لكن القانون هو القانون بيكون عليكم غالبا بيكون موجود في الامتحان مش حظ غالبا برضو على حسب ال f 2 القانون بتاعها القانون بتاعه جاي منين جاي من f c و b اللي هو المسافة ما بين ال 2 و d اللي هو بتاع ال f c cutting force f d friction force h height اللي ما بين او المسافة اللي ما بين ال spindle وال g و g اللي احنا قلنا المحصلة القوة او محصلة ال wait عندي فبهيربوزلي بالرمز g طيب تلو f 1 و f 2 الفرق ما بينهم في الاشعارات في الاشعارات عايز اجيب بقى الفرص اللي مقصرة على v guide way فعلا بقى عند v guide way عند v guide way احنا قسمنا ال f 1 دي قسمناها ال f 2 و ال f b ويدي القانون بداعها معتمل على ايه معتمل زي ما قلنا على f c و ال b و d و cos alpha ال alpha اللي هي الفيس انجل زي ما وضحناها فوق اللي هي الفيس انجل يبقى هي معتمدة على الحاجات دي وال f b نفس الكلام اللي اختلافنا بينهم بس في اشارات في اشارات برضو غالبا هم مش هيكونوا حفظ و هيكونوا given طيب عندي ايه كمان انا ايه الغرض ايه الغرض من الغرض من ان انا عمالة بجيب بجيب فوس واجيب اطوال احنا قلنا انا لا عايز اعمل ديزاين بس ليه انا اعمل الحسابات دي دي عشان اتأكد ان البرشور اللي مؤثر عندي على ال وزن لمت مسموح بي يعني انا بعمل الحسابات بتاعت دي كلها عشان اتأكد ان البرشور اللي هيكون في الاخر بيأثر على ال هو وزن لمت مسموح بي يبقى انا هدفي في الاخر ان انا اجيب البرشور فالبرشور ده بيكون اصلا عبارة عن على ال في ال في ال سموح طيب ال ال دي ال ال هي و بتبقى جبن في المسألة ال ال سموح هي لال سموح يعني دي بتكون يا اما هي ال يا اما هي ال ايه يا اما هي ال بي يا اما هي ال نوت في حالة الفلات بدون ال سموح يا اما بتكون ال ايه في حالة يا اما بتكون ال ايه في حالة الفلات في حالة الفلات هي ال برمز لبرمز نوت فهذا بقى إلي نوت لو فلات وقدر أعرف بين هنا البرشور طيب هو أنا لو كنت إلي إيه يبقى الف دي إف إيه طب لو إلي بي يبقى ديات إف بي طب لو النوت اللي هو الفلات يبقى ديات إف نوت وقدر أحسب البرشور عند كل سورفس من دوت طيب أحسب البرشور وبعدين أعمل إيه محتاجة أقار مبقيمة اسمها بي آفرج تبقى موجودة في تي بلس هوضح حلق وكمان شوية أقارنها بيها طيب بعد ما أقارنها بيها أشوف هي وزنى اللمت فهي تبقى سيف ولا هي تبقى نوت سيف فدل غرض إلي أنا بعمل علي المسألة كلها وأنا بعمل الديزان عشان أتأكد إن البرشور إلي أنا بطلعه أو البرشور بتاع اللي حيأثر على السورفس بتاعت اللي جايد وي هي سيف هتخلي الجايد وي ده سيف ولا نوت سيف فالجايد وي يقلب وي المسألة بتاعتي والفورس دي زي ما قلنا هي النومة الفورس طيب طيب أنا محتاجة إن أنا أجيب أجيب البرشور وأبطي أقارنه بالقيم اللي بتبقى موجودة في الجداول طيب عايزينها أدي جدوة له من الجداول بتاعة البرشور بقولك إن أنا لو شغالة على ماشين زي الليس أو الميننج اللي سبيب بتاعتي شغالة بيها سلو على إن الريكممندد برشور البي أفريج بتاعته بالكيلو جوم لكل مليميتر سكوير هقولك لو شغالة على قصة أو لو شغالة على قصة أو ستيل سادل هقولك إن قيمة البي أفريج اللي تفضل هتكون مثلا مية خمسة وعشرين من ألف طيب لو شغالة على ستيل جايد وي وستيل سادل يبقى أنا يفضل إن قيمة البي أفريج تكون خمسة وعشر من مية نعم إنما لو شغالة على بلانار أو شينبر وهكذا وهكذا هلاقي فده كده مثال من أمثلة الجداول اللي إحنا هنستخدمها طيب محتاجين بقى نعرف إيه أو في معلومات كمان إحنا عايزين نعرف قيمة ال-L-A دي بتتجاب من إيه هذه ال-L-A وال-L-B ال-L-A عبارة عن إيه لسا جايبنها من شوية هي الفورس الفورس لو أنا عايزة L-A تبقى F-A على ال-L اللي هو طول الكاريج في ال-B أفريج ال-L-B نفس الكلام بس بتبقى F-B ال-L-I دابل آي اللي هي لل لل للفلات جايد وي احنا بنشتغل كل ده بنعمل ديزاين على كومباين دي فلات وفي جايد وي اللي تمعوا فتاخد الفورس بتاعة الفلات جايد وي على ال-L في ال-B ال-H طيب حنلاقي كمان ده أول أول جدول موجودة عندنا احنا قلنا محتاجة أن أنا عرف ال-A و-L-B و-L-2 لازم تكون أكوردينج لإستندر قيمة و-H إيه بقى ال-H كابيتال دي حنلاقي ال-H كابيتال دي لو أنا عندي ده ال-V جايد وي هتبقى هي دي قيمة ال-H كابيتال جي ال-H كابيتال لو أنا عندي فلات جايد وي هتبقى قيمة دي هي قيمة ال-H كابيتال طيب خد بالك أنت لو شغال لو شغال B Combined V وفلات جايد وي لازم قيمة ال-H اللي أنت شغال بها دي تكون واحدة في ال-H تكون واحدة في ال-H يعني لازم ارتفاع V جايد وي يبقى بيساوي ارتفاع الفلات جايد وي يفكر فيها ليه لازم ال-H يبقى نفس الارتفاع لو جيت هنا لازم ال-H يبقى نفس الارتفاع ليه لازم الارتفاع ده يبقى قد الارتفاع ده ليه علشان عشان ما يبقاش في mail او لو في mail يبقى ال-H ال-H يبقى ال-H عن نفس الارتفاع عشان اقدر لو فيه كارتج بتعدي عليها تبقى الكارتج مشها منتظمة ما تبقاش فيها mail يبقى انا كده عرف ان لازم ال-H بتاعتي لازم ال-H في V guideway يساوي ال-H في V guideway طالما هم ال-H combine مع بعض يعني لازم من يبقى عندي قومة H capital واحدة وخد بلا كده اسمها H capital من الأرقام دي من نشدع بالأرقام لجوه القوز لجوه القوز جالبا بال-H فمن نشدع بها ناخد الأرقام لما باجي اجيب قيمة H بشوف ها اختار اقرب قيمة لل-H عندي يعني لو انا مثلا طلعت القيمة لل-H عندي 2 H كب فانا هاختار اقرب قيمة لها من الجدول هنا رقبة من الجدول اللي عشق فانا هاختار للعشق نفس الكلام هنا بقيت قيم ال-H تعال تعالوا بقى نرجى ده ال-Section ال-Guideway اللي احنا هنشرحه سوي ال-Section عبارة عن جزئين مسألتين المسألتين شوها بعض بس فيه خطوات احنا بنمشي عليها واحنا من حين ايه اللي خطوات اللي انا محتاجها قبل ما اقولوكم ايه الخطوات تعالوا مبسط كده سواء على الجدول اللي موجودة عندي في ال-Section الجدول اللي احنا زي لسه قيمه من شوية اللي هو قيم ال-H ادي قيم ال-H بجيبها من هنا طب الجدول ده 2.1 بجيب منه قيمة ال-H طيب قيمة ال-Standard Guideway with باخد قيمة standard من هنا طب ما بعمل design بجيب الحسانات وبعدين ارجع اقرنها بال-Standard واخد قيمة اقرب قيمة قيمة قابلها بال-Standard ده 2 طيب اكتبه للي بعد بقولك ان ال-Standard ديمنشن بس ال-Standard Guideway يعني الاتنين دول كانوا لل-V Guideway طب لو Flat Guideway بقى دي قيم ال-H المسلوح بيها دي قيم ال-B المسلوح بيها يعني عنده كل قيمة ال-H يقولك قيم ال-B المسلوح بيها كسه عندي ايه كمان المسلوح اللي احن شرحينه من شوية في اللي اللي فات ان لو شغالة على Lace او Milling لو شغالة بCastar and Guideway وCastar or Steal saddle لو شغالة بستيل guideway وستيل saddle وهكذا طبعا وده الشكل بتاع Guideway اللي احن لسه شرحينه وشرحين عليه وكل المصطلحات طبعا وهي دي القوانين اللي احنا محتاجين نشتغل اللي احنا محتاجين نشتغل دي القوانين لو انا شغالة على V Guideway سلسس حلا ان انا عندي الفورصة عند ايه لها القانون الفورصة عند B لها قانون الفورصة لو انا شغالة على فات Guideway برمظل بالرمض Note فبيبقى F Note وطلع للقانون طيب زي ما قلنا ان لو عندي Pressure اللي بيأثر على Guideway فقانون Pressure اللي هي الفورصة اللي سمول وقلنا لل اللي سمول اللي هي Guideway surface width اللي هي بتبقى LA LB LN LN اللي تبقى جبن في المسألة الفورصة دي اللي هي F A لو انا LA F B لو انا LB F Note لو انا LN طيب اهو بقولك اللي هي A B N طيب في ايه كمان في بقى مستقى بيه حاجات محتاجة ان احنا نكون عارفين احنا هقول لكم اللي ستابس هقول لكم دلوقتي اللي ستابس اللي احنا بنشتغل بيها بس انا بقول لكم ايه معلومات كلها اول حاجة فيه حاجة اسمها safety condition بتقول لك ايه بتقول لك ان انا عشان اتجنب ان الكارتج يحصل لها lifting يعني ان الكارتج تقلب لازم F A وال F Note يكون اتجاههم لتحت زي ما انا الشرطين دول لازم ال H اللي بتبقى جدا في السؤال او ال H اللي انا بغلعها لازم ال H تبقى قيمتها اقل من القيمة دي F C نص F C على F D في ناصل دي ولازم تاني ال Alpha اللي سألنا الفيس انجل تبقى قيمتها اقل من القيمة دي يعني انا عشان اضمن ان الكارتج بتاعتي ما يحصل لهاش لازم احقق الشرطين دول يبقى لازم وانا شغالة او في الخطوات الاولانية في شغلي اتأكد ان دول صح اتأكد ان ال H اللي عندي اقل من القيمة دي والنتاني ال Alpha اقل من القيمة دي اتأكدت ان هما اقل اقدر اشتغل في المسألة ولا متطمين طيب وقيمة ال Working Pressure اللي انت هتاخدها بعد كده بها تكون قيمتها اقل من قيمة ال P افرج اللي موجودة في الجدول يبقى لازم وانت شغال تجيب ال P اللي انت شغال بها تبقى قيمتها من اقل من ال P افرج اللي تكون موجودة في الجدول لازم تكون متأكد بطه عشان يكون الموضوع Safe واضمن ان الكارج شغلة Safe وما تحصل لازم اتأكد ايه كمان محتاجة اتأكد منه ان distance او ان distance over الجدول لازم اتأكد ان قيمة ال P لازم تكون اكبر من او تساوي الثلاثة ونص الثلاثة ونص ال H لازم قيمة ال P تبقى اكبر من او تساوي الثلاثة ونص دي غالبا او خطط لازم اتأكد ان قيمة ال P المسافة اللي ما بين ال two centers ساوي الثلاثة ونص الثلاثة ونص محتاجة اعرف ايه كمان ال L ايه محتاجة اعرف ال L ايه بتتحسب ازاي ما قلنا ال F ايه على ال L في ال B average وال L بي نفس الكلام ونص ونص ال L ال H اللي انا محتاجاها لازم يكون صلاح وهم اللي اتنين مع بعض محتاجاها بقول الخطوات اللي احنا محتاجين نعملها بالزبط ده نفس الكلام اللي احنا قولناه ادي الستابس ويفضل تكتبوها معايا لان مش مكتوبة عندكم الستابس اللي انا محتاجي اعملها اول خطوة انا بعملها اول حاجة خالص بعملها بس الليكت الالفا بعمل في الليكت القيمة الفا الالفا عندي ليه احتمالات اما بتكون 45 او 55 او 60 احنا في شغلنا دايما بنستخدمها 60 فانا اول حاجة بعملها بس الليكت الالفا بقول الالفا بالتاني خطوة بعملها بجيب قيمة بي او بتبقى عندي قيمة بي جيفن وعندي قيمة اتش جيفن فبقول لازم اتأكد ان البي اكبر من اوتساوي ثلاثة ونفة الاتش الاتش بتبقى غالبا جيفن فاقول ثلاثة ونفة الاتش اطلع قيمتها هي البي اكبر من اوتساوي القيمة دي او تمامي يبقى دا سيدي بقى نقدر اكمل شو لو لا يبقى خلاصة مش هكمل المسألة كمام ثلاثة خطوة محتاجة اعملها اي هي لازم اعمل select from table 2 لازم اعمل select لازم اعمل select للميرست بي لأقرب قيمة بي من table 2 10 table 2 add table 2 محتاجة ايبقى اول خطوة عملتها ان انا سلت بالالفة قلت بالالفة بستين وبعدين اعملت check من البي تبقى اكبر من اوتساوي تلها ونسلتش وبعدين طلعت اكمل البي شو اقرب قيمة للبي اللي عندك او البي اللي انت مطلعها اقرب قيمة ليها من الجدو وتروح واخده وبعدين خط اقرب قيمة وبعدين هتشاكل safety condition اتشاكل safety condition زي ما احنا لسه ايلينا اني اتشاكل ان ال H تبقى اصغر من القيمة دي وان تانى ال الفات تبقى اصغر من القيمة دي وازم اتشاكل وبعدين اجيب الخطوة دي قبل دي اجيب قيمة ال B average من table هو بيبقى مديك في المسألة ايلك الشروب بتاعك انت شغال because تبدأ بال B wide way تبدأ بال B wide way تحسيب في هتحسب في ال F.A هتحسبها منذ ساعدة ارجع واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي تروح حسب الوقت. طيب عسبت ف و erf. ابدأ اكسب ل' a , و لدي أجيب ل' a. لديها منين ال' f- a literally iongeすها للقوائن فوق أقسمها . او ال ال b average which اجيبها من الثابل فوق. انا جبت L e واجب كمان L b بس ابدأ بال L e نبدأ بال L e وبعدين بعد ما جبت L e طيب ابدأ احسب قيمة ال H ال H هي ال L e في ساين الألفا ال L e انت لسه جبه في ساين الألفا الألفا لانت فرضها بسبتين هي هي بتساوي L b في كزاين الألفا دي ال H طيب احسب قيمة ال H جبدأ من L e الأول انا جبت ال F a وجبت ال L e أجيب ال H حسب قيمة ال H خد قيمة ال H دي خش فيها في الجدول خش فيها في الجدول الأولاني ده شوف أقرب قيمة ل ال H اللي تستحت بها ال H بقرب قيمة لها اخدها بتاخد دائما الأكبر منها اقرب قيمة لها اخدها هتأخذت أقرب قيمة لي هيا اخذ أقرب قيمة لي Mang sugar جبت أقرب قيمة لي هيا لله ارجع تاني seijkertare ان انت هتعيد جبت تكلمة H هتعيد تاني ما إنن خطوة رقم عشر إنه انت هتعمل في الكالكوليوز هتعيد تاني in ال ال wanna diventik cym enter.Okay. In the Sali and the Lightingaci h nails toe by the Sali f-AIR so that we just إيه الجديدة أنا جدتها. الـF إيه مش عادتغاية؟ الـN كابتاً مش عادتغاية. جيب قيمة الـB. ليه؟ لأن أنت أول مرة عاوضت بالـB. فأنت دلوقتي حتجيب قيمة الـB الفعلية. تمام؟ فوح معاوض هنا جايب لي قيمة الـB الفعلية. طيب أنا اللي بقى المجهولة عندي هي الـB. طيب الـB. فجيب قيمة الـB. جيب قيمة الـB. ابدأ احسبها. هي ابدأ اتأكد. هي أقل من الـB. أقل من الـB. الـB. يبقى أنا كده سيف. لو هي بقى أكبر من الـB. يبقى أعمل إيه؟ يبقى أنتك تختيارك للـH أصلاً غلط. يبقى تروح تخطر H ثاني. وترجع تعيد الحساب التاني. لحد ما تلاقي إن الـB. هي أقل من الـB. فأنا كده في السيفزي. طيب. يبقى أنا كده. حسبت الـB. وخلاص حسبت الـB. كنت محتاجة. طيب حسبتها خلاص. طيب. تعمل إيه داني؟ تبدأ تجيب الـLB. تبدأ تجيب تاني الـSB. طيب. جبت الـSB. جبت الـSB. جبت الـLB. جبت الـLB تعالى روحات الـH. تعالى روحات الـH من القانون الـLB. تقارنها بالقيمة اللي انت لسه جايبها من الـL-A اللي انت كان عندها سيف. تجرب تعود بها. من الـH اللي انت كنت جايبها بالـL-A. لو عودت بها وتلعت سيف. يعني هتعود بها. نعم. جبت الـH. من هنا. لقيتها قيمة قريبة. هتخش بالجدوى عند الـTable A وتجيب قيمة. لو تلعت هتاخد نفس القيمة مثلا. هتاخد نفس القيمة بتاعة الـH اللي انت جبتها من حالة L-A. من الحالة A. طيب. ترجع عود بها هنا. تجيب عود بالـL-B تاني. تروح راجع تاني حسب الـL-B. وتروح راجع تاني مع عود بها هنا. تجيب قيمة الـB-Cالكوليت. تحسيبها. تشوفها هي أقلم الـB-A برد قصير. يبقى الـH دي صح. يبقى انت كده الـH من الحالة A والـH من الحالة B. تأكدت ان هما الـتنان زي بعض. لازم الـH تكون واحدة. ولازم في الحالة تاني يبقوا سيف. لو في حالة منهم. يعني انا لو جبت H من الـL-A. وطلعتلي من الـB-Cالكوليت اكبر. يبقى انا هغيرها. طب لو هي في إيه كانت سيف. أو في إيه كانت أصغر. في إيه كانت محققها الشرط. وفي B مش محققها. يبقى انت هتعدهم من الـ2 تاني. وتطلع H تانية جديدة. تبقى H للـ2 تحقق الإيه وتحقق الـB. وتحقق لي الشرط ان هو يكون أقل من الـB-Cالكوليت. طيب. ده كده كل ده للـV للـV-guideway. وجبت الـB-A. طب تعمل ايه بعد كده؟ هارجعتان. أحسب الـF-NOT في الحالة الفلات guideway. جيب الـF. تحسب الـF-NOT. وبعدين تروح تجيب الـL-NOT. وبعدين تجيب الـL-NOT. وبعدين تجيب الـH من الجدول. وتحاول تجيب الـH من الجدول. وتحاول ان هي تكون تجرب تعوض بقيمة الـH اللي هي كانت في حالة الـA والـB. حققت الشرط تبقى سيف. تبقى الـ2 سيف. طب ما حققت الشرط يبقى هتعيد الحسابات كلها تاني للـA والـB والـNOT. بحيث ان انت في الآخر تطلع قيمة H1 للـ3 تحقق لي الشرط للـ3. ان الـH بتساوي الـL-B برضو. هذا الـH جابتل. الألفة والـL-A. طبعا هي ألفة. هي ألفة للـH لان لازم الـH تساوي الـL-B تساوي الـH في حالة الفلاة. تمام؟ طيب خد بالك أن الزاوية بتاعتها بزيرو الألفا دي نتيجة أنه كان فيه الألفا دي اتكونت نتيجة أنه فيه فكان فيه زاوية ألفا هنا وكان فيه زاوية بيتا هنا وبقى فيه إل إيه إل إيه لكن أنا لو عندي فلات جايد ويه هو ضلع واحد هو الـ H هو هو الـ L هو اللينس بتاعه فما فيه زاوية الزاوية بزير تاخدوا بالكم منها كده أنا قلت لكم كل الخطوات اللي إحنا محتاجينها تعال أفكركم تاني بالخطوات يبقى إحنا هنعمل إيه أول حاجة هنعملها هنسلجة الألفا وهنقود الألفا بالساوي سبتين وبعدين نتشك أن البيت بقى أكبر من وبعدين نختار قيمة بي من جدول منPA ahí وبعدين نتشك السفتي بالقانون وبعدين نجيب قيمة البي افراج و من 35 وبعدين نبدأ مثلا بالبي دا يدوي ونحسبiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiff روحات الـ H من الـ Table جيب الـ H من الـ Table عوض بيها هنا جيب LB عوض بيها هنا جيب B الـ B كالكوليتات أصغر من الـ B قاطب أسيف نفس الـ H هي هي قاطب أسيف هي هي في حالة الـ B روح بقى للفلال هتقف نوت عوض هتقل نوت هات الـ H جيبت الـ H روح اختار أغرب كيبا ليها من الـ Table ارجع هات الـ L ارجع هات الـ B جيب الـ B هي أقل من الـ B Average قاطب أسيف ولازم الثلاثة H ومتساويين لازم الـ H بتاعت الـ L إيه نساوي الـ H بتاعت الـ L بيتساوي الـ H بتاعت الـ H بتاعت في حالة الفلالة تمام؟ تعالوا بقى نحل مسألة نشوف أول مسألة عندنا في الشيط بتقول إيه؟ أول مسألة عندنا في الشيط بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا عندنا ليس فأنا فهمتي من المشين اللي أنا شغلة بيها ليس سبجاك ديتو معرضة المية وستين كيلو جرام كاتينج فورس يعني الـ F-C تعتيب مية وستين والخمسين كيلو جرام فريكشن فورس يعني الـ F-D تعتيب خمسين كيلو جرام مية بومك تقييم و تشاهد هو الديزاني ده سيف ولا لا أول سؤال وآدي Givens جاء يلك آدي Fc والFg والg انت ممكن تحولها تضبف عجلة الجاذبية ان الجي مثلا بعشرة او جي التسعة تنمية من عشرة وتروح تحولها او ممكن متحولهاش على حسب السؤال انت محتاج تحولها ولا لأ وآدي الديامتر والل كابتل واله على اي لك كاسطا Iron وطلب لك اول حاجة هنعملها هنقول ألفة ألفة بكام ألفة بستين احنا مفترضان ألفة بستين تعالى ثاني حاجة هاته هاته هات ال B أكبر من أو تساوي الثلاثة ونص ال H ولا لا لأ تلعت الو نص ال H فال B تلعت أكبر من الثلاثة ونص فانا عايزة لازم اتأكد ان ال B تبقى أكبر من ثلاثة ونص القيمة دي فانت تلعت الو نص القيمة دي قش على التيبل هات قيمة بي اكبر من القيمة دي او قريبة من القيمة دي يبقى ادخل على التيبل تو ايدي تيبل تو عايزة اقيم عايزة اجيب قيمة بي هو انا ضلعتلي ان قيمة البي هنا هو 525 دوري على حاجة اقرب ال 525 عندي هنا 500 وعنده 560 فانح اخده 560 احضر ايه 560 طب اخترت ال 560 اذا بقى انا كده واخده البي ب 560 مليم تر و بعدين عمل الاتشاك ان القيمة لازم اللتشاك اللي احنا عارفين اهو لازم اتأكد اهو لازم اتأكد ان الاتش اصغر من القيمة دي وان تاني الالفة اصغر من القيمة دي فانت هتحسب القيمة دي كلها القيمة دي كلها هو رمز لها بالرمز ادها اتش بس اتش غير الاتش اللي فوق اقلت من الاخر اقبار قيمة دي كلها قيمة دي كلها تلعت بالرقم ده الرقم ده هو فعلا اقبار من قيمة اله انا قلت انا عايز اله تبقى اصغر من القيمة دي كلها اصغر من القيمة دي كلها اذا انت سيف وحسب المعادلة الثاني طلع القيمة تانية تلعي تلعي تاني الست لعيんです انا عملتل التشيك شبه ابدأ بالف ايه في الجايدوي هاتي الف ايه عود بالقنون القنون عندي كل النا مايحتاجه موجود الجه موجودة، والب موجود ده الاف ده الاف موجودة، والف ده موجودة، والجه موجودة عود بيه مطلعتها الف اي بالكيلو جرام زي ما انا عايز اتحولها للنيوتين اضربها في عجلة الجاذبية طعلا بقى من تبل فور هات البي افرج طعلا نجيب اهو طعلا نجيب البي افرج هو قال لي ان هو قايلها في السؤال قايل ايه قايل الاول نهاية ليس وقايل ان انا عندي استيل سادل يبقى هو قايل ان هو ليس وقايل ان انا عندي استيل سادل فانا كده قايل استيل سادل بس هو كان قايل ان هو قايل ان هو اهو كان قايل ان هو اهو ديزاين اقاستا ايرن اهو قاستا ايرن جايد وي وستيل سادل وشغلة بالليس يبقى حروح رايحة لكده ادي الليس اهي ادي قاستا ايرن جايد وي ادي مية خمسة وعشرين من الف كيلو جرام لكل مليمتر فبالتالي مش محتاجة ان انا نحول الفورس ما هي بالكيلو جرام كمام؟ طيب بي كابيتل الأف تبقي ارجع على التابل انا مطلعها واحد وتمانية من عشرة ارجع على تابل ايه اقرب قيمة للواحد وتمانية من عشرة ايه اول قيمة هي العشرة ارجع ثاني ارجع ثاني ارجع ثاني ارجع ثاني اجيب البي كالكوليتد ابدأ اجيب البي كالكوليتد الاف ايه عندي زي ما هي والال زي ما هي الال الال تغيرت فيدية ارجع ابل بي كالكوليتد اقرب انه render اير عشرة اقرب مارضة عشرة المان بالب أتجاب انك م there is nothing لا زي هنا بنا له هد اخاذ القيمة البي كلي من عشرة ارجع ثاني القيمة البي اخاذ القيمة البي اخاذ اخذال البي اخاذ البي A تجاد احرار تحارف التحارف النام كنان ففي الحالتين ف يحصل الى الحالتين دول الى الحالتين لأ.. نفس الكلام تعالى ها.. هتقيمة العوض بقيمة... هتجيب كلمة ال , هتجيب المتجده. هدي قيمة ال mistakes esto. هتجيب كلمة ال失ي patient put a بعد ما تجيب الnicos خط Elect weapon repo buck. بعد ما تجيب ال отлич الف نوت رحت ال L. جيب ال L. رحت ال H , ال Expert ساعتها هتبقى بتساوي ال L نوت, ال H هتبقى هي هي Selective هتروح جاي جاي بقيمة ال A هتروح جاي جاي بقيمة ال H لأ هتروح جاي جاي بقيمة ال L نوت جبت ال L نوت هتجيب منها ال H هتعوض ب SINE ZERO أو COSINE ZERO وتروح جاي بقيمة ال H هتروح عوض بال H اللي بعشرة عوض بال H اللي بعشرة ارجع حات ال L نوت ارجع حات ال B جبت البي طلعت قيمتها أقل من البي أفريج إذن ده سيف لو كانت قيمة الاتش لو ما كانتش تلعت سيف أو ما طلعتش أقل من البي أفريج كتحضغير الاتش في المسألة ده نكون لها وتعيد المسألة كلها من الأول تمام؟ طي أنا كده عرفت فكرة المسألة تتحلس ده معلومة كمان أنا طلعت ال ال نوت طلعت بتمانية ال ال نوت بتمانية يعني أنا الاتش الأولانية بتمانية فأنا رح شايفة أقرب اتش للتمانية دي كام من الجدود فأنا رح شايفة أقرب اتش للتمانية دي كام حاليا أقرب اتش بعشر اللي بقى الاتش كده بقت بعشر وال ال نوت بتمانية إرجع عوض بيها إرجع عوض بيها إرجع عوض بيها لحد ما طلع البي أفريج وهكذا إرجع تعوض هنا بال ال نوت اللي بتمانية نوضح 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 تاني زي ما قلنا ادي القانون بتاعها عايز اجيب الاتش من ال ال نوت بص مش احنا جيبنا ال ال اي وال ال بيه وطلعنا منهم الاتش واستقرنا على قيمة اتش اللي هي باتش بعشرة مثلا وال ال ال نوت العتلي من القانون مثلا بتمانية معا تحوتي تحوط ال 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 التمانية بتحوتي العزة نوت عجيب ال 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 ادوب ال 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 اكبد وطلع عجيب ال ال اكبر يبقى ايه بامااش نوت عجيبن sal 것 عически النت عجيب ان ال ال الوم من SAI فقط لو اصغر منها تبقى صوأ ليس الوصولbon ثاني سؤال ثاني سؤال سأقول لكم فكرته هو فكرته بسيطة سابقا سادة قلي ليس قال لي وقلي ستيل وقلي ستيل 100 مم سابقا والكوتنج باور مديني المرة دي بسبعة ونصف كيلو واط والماشين موستلي شايفد ستيل والسبيد بتاعتي بستة وعشرين متر برمنت والتول فريكشن بثلاثين في المائة من الكوتنج فورس وعندي الديامتر بخمسة وستين واللينس بتاع الستيل سادل اللي كابتال بدولت مية والجي بخمسة ورمية التركة اللي هنا التركة اللي هنا اني مديني الكوتنج باور بسبعة ونصف فالكوتنج باور انا عايزة احسب بالف سي فالف سي هتبقى عبارة عن الباور مقسومة على الفلوكس لو مدي هاي وتزبط الوحدات فطلعت كده الف سي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن تلاتين في المية يعني تلاتين على مية في الف سي فبقى انا كده بل نعطوه تحل المسألة عادي جدا بخطواتك عادي جدا 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 باقرر تاني باقرر تاني باقرر تاني باقرر تاني ان قيمة اتش المفروض تبقى واحدة للاثنين جايد وي للفي والفلات او لو الاثنين فلات لازم تبقى واحدة لو الاثنين في لازم فرضو تبقى نفس القيمة لازم اتأكد ان هموا نفس القيمة لو واحدة فيه مطلع تغطي ايه؟ حسابة كلها من الاول قيمة اتش او قيمة الال نوت بتتجب من القنون قيمة الاتش انت بتاخدها في حالة الفلات الجادوي بتاخدها تباعية تباعية للاثنين الاولانية بما ان انا في مسائل مش محتاجين ان اتدرك ان احنا نعاف قنونها عامل ازاي كده احنا خلصنا الشيط وانا قلتلكم فكرة السؤالين الشيط بسط جداً سيستاماتيك بتمشي بس ورا الخطوات خطوات محفوظة بتحلها وبتلاقي المسألة سهلة وسهلة جداً معاك بالتوفيق ولو في اي سؤال احنا معاكو ونقدر توصل معنا في اي وقت وشكراً